السلام عليكم انا الشاف روزي الطب والحلويات اليوم بإذن الله جبت لكم طريقة تحذير المعقودة الوهرانية مع شوق الجماهير يعني بغيها صغير وكبير وسر النجاحة اليوم بإذن الله تحت طلب وحدك شلوخت طلبتها مني اليوم أقدمها دائما نجيب البطاطا الحمرة يعني باش نجيب معاك المعقودة لازم تدري البطاطا حمرة هنا يعني نعطيك بالضبط عن المقادير وانتي تدري مشروع ولا ضاع في المقادير هنا يجب ان تضع بطاطا من الحمرة نقيها تعفيع يعني سيدتي تعافوا نقو البطاطا كيمكتوفي هنا وقطعها مكعبة صغيرة أنا نخدمها بهذه الطريقة جي ما شاء الله شوفي ما تتحلك لفي زيت ما تطلب لك ترمضيها في بعض مواله شوفي ما شاء الله تجي كمركشتها في بداية الفيديو يعني تصلح كمشروع للأخوات يعني اللي بوديروه وتصلح يعني وجبة أنا جبت لكم اليوم كوجبة يعني لدرتها لأبناء تاعي وانتوما ديروها يعني كما يتبونون تما ترمضي بطاطا من الحمرة لازم تدري الحمرة كيمكتوفي قطعتها مكعبات كثم من نقيهها مليح بعد جبث يجب كميات على الماء دائما البطاطا لازم كميات على البطاطا خلي غيش شوية لما فوقها تقويش الماء بزيف بسكورا أنا مقشرينها وكل شيء ديريها في هذا الماء ديرها في كسرونه الملح حسب الزوغ و كمية البطاطا لا تقويش ما فيها بهذه الطريقة منذها فوق النار يعني حتى طيب تماما تحصل عليها بهذه الطريقة شوفي ما فيها قطرة تعمى لازم تخليها تنشف لازم ترق بها تنشف كما تشوفي شوفي ما فيها ولا قطرة تعمى يعني السيدات الليشكو من البطاطا للمعقودة قلت تتحلينا و ما هي مشكلتها مشكلتها انها تخلوا فيها الماء بعدها جيبي سنة تحثوم كبيرة انا نديرا فيرطل ديرا سنة تحثوم كبيرة بزاف ما يقبلوا شيء تحثوم بصحق العيدها هذا السنة هذا السنة هذا اللي كتشوفي فيه ذاك العرف هو اللي حتى ذاك الرائحة اللي ميقبلوهاش الناس ونعرفوا بللثوم صحي يعني مفيد حتى الابناء في فاصل الشيتاء يعني موضاد تحيوي كيما كنبعد يجيب شوية عقصبر هنا ما يديروش الماء الدنوس لازم تدري العقودة يعني موضاد تحثوم كبيرة وعندك الصغار ديرا سنة تحثوم كبيرة وعندك الصغار ديرا سنة تحثوم كبيرة المهم قلعي هذا العرف اللي فيها الوسطاني هو اللي يعطي الرائحة الناس اللي ما تقبلهاش كيما كتشوفي و جربوها ورجعوا لي الخبر ما شاء الله شوفي معقودة يعني ما شاء الله كان أموتنا بكري حضروها كيما نحكا كيما كنبعد يجيب شوية عقصبر هنا ما يديروش الماء الدنوس لازم تدري العقصبر كيما كتشوفي فيه كيما نحكا هنا يا ديري هنا يرطل كما قلت لك تعبطاتا ديري الفلفل أسود ديري قرصة ثانية تاع زعفران ديري قرصة ثانية تاع تاع كوركم نعرف بل كوركم مادة صحية مليح يعني للأبناء تاعنا ومليح اللي نحتحنا يا ثانية تاع كمون يعني المعقودة تبعي القصبر والكمون والثوم يعني هذه هي المعقودة الوهرانية تبعي هاذا الطريقة كي يكونوا في هاذ المواد يعطي كنكها المليحة من بعدها يقبضي هاذ الادات ولا يعني شوكة فرشيطة ولا اي حاجة عندك تتخدمي بها البطاطان بهذا الطريقة يعني ترجعيها على شكل عصيدة كما يكتوفي هنا يعني كما يقولوا هنا يكتوفي يعني رطل يعطي كمية مليحة ما شاء الله وانتي الأخت اللي طلبتها مني كمشروع بجديرها ضع في المقادير شوفي وجربيها وبيعي كمية ورجعي للخبر يعني من أول مرة كي يدوها عليك يأكلها تجي مش الله يعني تكلها باردة ولا حامية عندها مذاق مميز هذي هنا يا قبضي بالآدات هذي من الأحسن تشري هذي باش تسهل عليك بالخف هنا يا يعني طريقة سهلة خصوصا لمبتدئات أنا بزفتني مبتدئات يتبعوني يباو يتعلموا كما هكا نعطيكم يعني الأفكار يعني باش طيبوا سوكة العاملات أفضل من اللي تحدري تشري تقدريها كما هكا تخدميها في الليل توجدها تماما تغل فيها في الورق الشفف ديرها في الثلاجة ونهار الأخر يأتي غير تقلي وصائي لا تزيد فيها بيض لا يحزان هنا يدخل الخبرك يعني ما يرمدوها شف البيض هذي ودهي ما شاء الله ما تتحل موالو وما تطلبش كمية بزفتع الزيت هنا يجب يحب بيض في رطل تعباطاطا يدري حباطا بيض يدري حباطا بيض يدري حباطا بيض يعني قدمت كذا تضع في كمية البطاطا تضع في البيض هذا ما كان حباطا بيض المهم النتيجة اللي تحصل عليها خلطيها لها تولي شوية جارية لا تخافيش منها هذا ما تزيد الى فارينة لا تخافيش منها كيما تشوفي يعني تتماسك بالخف مش كمية البطاطا البيض يجب ان تأخذ البطاطا حمرا يعني بيتراني نعاود يعني يدري بطاطا حمرا تغير الملح بالمكونات اللي درناها والرائحة سوف نضيف الملح بالمكونات و اضيفك اضع بطاطا الحمرة اضع بطاطا الحمرة اضع بطاطا الحمرة عندما تبيعي اضع بطاطا الحمرة التجاري تحياتي لسيدات المحترمات سيدة شيخة سيدة فاطمة سيدة مغنية هذه سيدة من مغنية لها يعني كل تحياتي لها كان سيدة كراميلا كذلك يعني يتبعني زيدي يعني أخوات بزاف فلا فلا من فرنسا يعني نتمنى تكون بخير شفتها يعني ساعات ما التعليقات مكانش يعني نتمنى تكون بخير يعني نشكر كل أخوات أم آدم يعني بزاف أخوات يتبعوني من يعني من خارج الوطن وداخل الوطن تحياتي لهم إن شاء الله هذه المعقودة يجربوها وتلقى يستحسن عندهم ويتذكرهم يعني بالماضي بالزمن الجميل أو بالطفولة كيما كتوفي هذه الكورات ليتشكلهم شو فغير فارينابرك مازيدي والوالو الفارينابرك وشكل الكورات يعني كما كتوفي فيها ندير فيها كما هاكا يعني الحجم اللي طبقه يهنتي يا هنا يا يجب أن تشرب لا زيت يجب أن تشرب لا زيت يجب أن تشرب في الحجم أسهل ما يكون أرطل بطاطا وحب بطع بيض ومعقودة وهرانية من الزمن الجميل أماتنا كانوا نحضرها هذه ما شاء الله في ثلاث سنوات نقدمها لكم دائما في القناة نفس المكونات نقدمها ما نغيرها من حيث لحالة القناة يعني رجعوا للفيديوهات في ثلاث سنوات ما شاء الله يعني أنا القناة مصداقية ماشي تحق التجارب نعرف بلي كل شيء غالي وماشي الناس تدير فيديوهات يعني باش يتفرجوا يعني وتخصرو حباباتكم من الأحسن كيدلون لهم وصفات كيمان هاكا ولا تعطوهم يعني أفكار ولا ما تكذبوش عليهم دلونهم يعني محتوى جيد محتوى ناجح يعني السيدة كيتروح تسيي هذا الحوايج تدير مباشرة بلا ما تكون تخاف خصوصا المبتديات اللي يكونوا عرايسوا جدد كنقول احنا في الصحوانة يعني في العائلة وتخاف يعني لا تديرها لا يعني المزدقية تلعب دوره 100% في ناجحك على اليوتيوب هذه اللي بي نعطيهم شوفي ما شاء الله تبدأت حمار يعني الطرجات الحمورية الحمرار هذه يعني تعرفي تديرها يعني كل وقت شكيفاش تبغيها يعني كي نقولوا احنا كل واحدة يعني وعندها الذوق انتحة أنا المهم نعطيكم القاعدة الصحيحة اللي تمشو عليها يعني كل نشكر كل المتتبعات انتوعي نتمنى الوقت هذه فلا فلا من فرنسا تكون بصحة جيدة يعني افتقدتها تقريبا يعني ما نشعرف كيفه يعني كانت تتبعني يوميا يعني نتمنى تكون بصحة جيدة هي له ابناتها كين اخوات من امريكا من قندا من اسبانيا يعني كل تحياتي اليكم ومن كل ترب الوطني يعني بزاف اخواتي يتبعوني كراميلا مؤادم عايشة يعني بزاف اخواتي يتبعوني يعني من خلال اسمان توحم كين فاطيما يعني نشكرهم كل كين حتى بعض الرجال ثانية يتبعوني نشكرهم كذلك هنا ايا شوفوا المعقودة وجيبي بابي يعني ورقة نشف كيما شوفي معكا وحطها فوقه نغيب باش ما تجيكش يعني برناش تعزيت هذا مكان وجي ما شاء الله معقودة يعني من الزمن الجميل اللي كان اموتني حضرها كين جوء من المدارس هاي وينا انا قلتك اني في ثلاث سنوات نقدم هذا الوصفة وانا محتوى محتوى جيد محتوى يعني تعمي ازدقية هذه واليوتوب يعني ثاني انه يوتوب مني ومنك كما يقولوا ماهيش حكر على وحده يعني الوصفة يعني الوصفة يعني الوصفة ماهيش حكر على وحده وشوفي كي تجي دائرة يعني هذي يعني هذا التقديم وتقدمها الاخوات انا قدمتها مع اشياء اخرى يعني كوجبة يعني كين درجة والوجبات يعني نقدم لكم الوجبة كاملة معها هذا المعقودة شوفي ما شاء الله شوفي ديم قرمشة من الفوق ومن داخل جيطرية قسما بالله تعز زمن الجميل يعني ما مشي تتحلك ولا تخافي منها والبناء ما شاء الله ونتمنى تدعموني بليجام وتشاركوه في القناة والى المتقى بإذنين